مساء الخير عليكم و اهلا و سهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مع المصر شواء تأخرنا عليكم و عدنا سبعين غيبين عنكم انتم عاشتونا جدا ولكن يعني في الحقيقة كان فيه ظروف كهرية الحمد لله مرت بسلام ولكن عايزينكم تعرفوا ان غيابنا عنكم بيبقى لظروف كهرية بش بمزاجنا يمكن كمان ده دانا دفعا النهاردة ان احنا نجيلكم بحلقة قوية و موضوع مهم بيهم واشغل كل مواطن مصري او طائفة كبيرة جدا من الشعب المصري مهتم بموضوع النهاردة وهو موضوع اصال الامان يمكن 90% او 8% من اللي بيشاهدون دلوقتي عندهم مشكلة في موضوع اصال الامانة او بيوجهوا مشاكل في موضوع اصال الامانة عشان كده ده اصرينا النهاردة انا و فريق الاعداد ان ده يبقى موضوع حلقة النهاردة علشان نقدر نصالح به اكبر عدد من الجمهور اللي بيشاهدنا و محبينا يعني هنعرف مع بعض ايه هو اصال الامانة و ازاي تكتب اصال الامانة بشكل صحيح و ازاي تضمن حقك لو بتمضي حد على اصال الامانة و ازاي كمان لو انت بتكتب او بتمضي على اصال الامانة تضمن ان الطرف الاخر ما يتعسفش في استعمال حقه و في النهاية الحلقة هنقدم نصائح للطرفين اللي هما الدائن و المدين الدائن عشان الناس بتطلق بطمئ بين الدائن و المدين الدائن اللي هو الشخص اللي بيدفع فلوس و المدين الشخص اللي هو بيصلي بفلوس كل الاسئلة ديت و اجابتها هننقشها معاكم في الجزء التاني من حالة النهاردة او في فقرة التانية من حالة النهاردة ولكن دلوقتي هنبدأ مع بعض فقرتنا الاولى فقرة اغرم القوانين الفقرة اللي يعني فيه كتير من المشاهدين حبوها و فقرة اللي انتو بتحبوها دايما مكنتش متخيل الحقيقة ان هذه الفقرة يعني طلقة باعجاب العدد الكبير دوت جالي الحقيقة اتصالات و رسائل كتير على صفحتنا على الفيسبوك معجبة بهذه الفقرة وكان من ضمن هذه المصائح يعني او الانتقاضات البناء اللي انا قدر اقول عليها من جمهوري ان هما عايزين يمدوا في فقرة اغرم القوانين او عايزين يعرفوا اسباب القوانين او اسباب اصدارها و ان شاء الله احنا بنوعدكم ان احنا الحلقات القادمة هنزبط الموضوع دوت مع الاعداد يولا نبدأ مع بعض بسرعة اول قانون من فرنسا بيقوله الافيال ممنوعة في فرنسا الافيال اللي هو جمع فيل والقانون ده صدر عام 2009 في فرنسا لان كان بعد لعبي السيرك القامل هناك في فرنسا كانوا بيستحبوا معهم الافيال الى الشواطئ للتنزه مما طبعا كان بيصير الزعر في بعض المواطنين او المترددين على الشواطئ السحلية فجاءت فرنسا في عام 2009 اصدرت قانون بمنع الافيال من السير على الشواطئ السحلية ممنوعة تعبيرات المضحكة او القبيحة للكلاف في احدى ولايات امريكا يعني حضرتك في الشارع لو ماشي وقبلك كلب ولا حاجة ممنوع حضرتك تضحك او تبتسم او حتى تكشر في وش الكلب الان ده اوهد هناك بيوعد مخالفة وبيعرضك للغرامة لا تدفع اذا لم تشبع القانون ده من الدنمارك ويعني الجواب بان من عنوانه هناك في الدنمارك حضرتك ممكن تخش اي مطعم تطلب اللي انت عايزه ولو حسيت ان انت بعد ما خلصت الاكل بالشبعان او لسه جعان ممكن ان حضرتك تقوم وتمشي بالمطعم بدون سداد الفاتورة وده بشكل قانوني عادي جدا طبعا القانون ده لو اتطبق هنا في مصر يعني 90% بالمطاعم هتقفل لان محدش هيقوم شبعان عندنا القانون الرابع والاكثر غرابة ممنوع الموت في بريطانيا ممنوع الموت في بريطانيا زي ما حضرتكم سمعته بالظبط هو القانون بيقول كده ممنوع الموت في بريطانيا لان في بريطانيا منعت الموت داخل مبنى البرلمان لان اعتبرت ان مبنى البرلمان هو من ضمن ممتلكات او من ضمن اجزاء القصر الملكي فلو حد مات داخل مبنى البرلمان هيتوجب على الحكومة انشاء جنازة عسكرية لهذا المتوقع لذلك منعت الموت داخل البرلمان يعني حضرتك لو داخل مبنى البرلمان تعمل حسابك ما تموتش جوه كده نكون خلصنا اولى فقراتنا ونطلع فاصل قصير جدا ونرجع لكم عشان نكامل بقيت فقراتنا فيه مواضيع كتير حاصلت الاسباعين اللي فاتوا عايزين نتناقش فيهم مع بعض تفاصل كتير ونرجع لكم